كثيرة هي المآزق التي وقعت بها إيران بدءا من فرض واشنطن عقوبات جديدة عليها وانتهاءا بالمعركة القضائية التي زجت بها نفسها في محكمة العدد الدولية رفضا للعقوبات الأمريكية واعتبارها نقضا لمعاهرة الصداقة الموقعة مع الولايات المتحدة والتي تعود إلى العام 55 من القرن الماضي وفي مرافعة الوفد الأمريكي أمام محكمة العدد الدولية في لاهاي قال إنه ليس لدى المحكمة الاختصاص للفصل في النزاع مع إيران والاتخاذ حكم بتجميد العقوبات الأمريكية ضد طهران أمام هذه المرافعة لم يملك الرئيس الإيراني روحاني إلا القول بأن إيران ستتغلب على العقوبات الأمريكية التي فرضت عليها حديثا تصريح لم يتعدى بحسب منويه أن يكون استعراضا تقليديا لم يغير في حقائق الأمر شيئا فجلسة الاستجواب لإدارته بشأن الاقتصاد وارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة لم تقنع المشرعين الإيرانيين وأظهرت نتيجة التصويت على إجابات روحاني في البرلمان أن الثلثين نواب الحاضرين غير مقتنعين بأربع إجابات له من أصل خمس وهي حالة قد تقود مجلس النواب الإيراني لإحالة تلك الإجابات للقضاء نقطة فاصلة تضع روحاني في موقف حرج وإنهاء ما قام به من خطوات في الاتفاق النووي مع الغرب وأمريكا لا سيما مع دعوات المرشد الإيراني خامنئي الحكومة إلى توقفه على التعويل على الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق النووي مؤكدا أن أي مفاوضات مع واشنطن مستحيلة في الوقت الرأى غير أن هذا التوجه الصلب لخامنئي يبدو أنه ليصمد طويلا بحسب الوقاة أمام حدة العقوبات الأمريكية على طهران والتي أججت الشارع الإيراني الذي تحول من المطالبة بتحسين المعيشة إلى المنادات بإسقاط النظام ما يعني عمليا فشل المناورتين التي قامت بهما حكومة روحاني في البرلمان وفشل المعركة القضائية التي فتحتها على واشنطن في محكمة العد الدولية تزامنا مع التراجع أوروبا خطوة إلى الخلف أمام التزاماتها بالاتفاق النووي مع طهران بسبب شدة العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي طالتها أيضا